وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مبادرة بالتعاون مع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة لرعاية عدد من المتفوقين من أبناء الصعيد للدراسة في هذه الجامعات العالمية بالعاصمة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيدي للأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة بما تشملهم من مرافق وطرق ومحاور داخلية وأحياء سكنية ومناطق تجارية وذلك في ضوء بدء الانتقال التدريجي للوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية كما شهد الاجتماع استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى من خلال وسائل النقل الجماعي الحديثة إلى جانب عرض منظومة النقل داخل العاصمة ذاتها والموقف التنفيدي للمحطة المركزية للحافلات وقد وجه السيد الرئيس بالمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والحوكمة وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال فضلاً عن الاهتمام بمنظومة التشغيل والإدارة والصيانة لأحياء ومرافق العاصمة خاصة المنطقة المركزية والحي الحكومية والمرافق العامة المتنوعة لضمان استدامة معايير الجودة العالمية التي تم تأسيسها والحفاظ عليها على أعلى مستوى وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإطلاق مبادرة بالتعاون مع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة لرعاية عدد من المتفوقين من أبناء الصعيد للدراسة في هذه الجامعات العالمية بالعاصمة اتساقاً مع سياسة الدولة بإتاحة المجال لجميع المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية للاستفادة من أفضل الفرص والخدمات المتوفرة بالعاصمة الإدارية الجديدة